اهلا احبائي مشاهدينا في كل مكان مرة تاني بتمنى لكم سنة جميلة مثمرة مباركة من كل نحية بصلي ان هاي السنة تكون سنة افتقاد وزيارات الهية وبصلي كمان ان هاي السنة نختبر حضور الله الحقيقي المميز الفريد في حياتنا خلينا اذكركم احبا احنا بنتكلم عن يسوع المسيح ويسوع المسيح بيعمل امور خارقة غير معتادة قوية فائقة جدا مش بحسب توقعاتنا ولا محدودياتنا محتاجين بالاول انه ندرك انه الهنا حي وبحبنا وانه لما منصلي بالروح القدس ونطلب بايمان الله بيتمجد بامور حتى تكون مش بس صغيرة ممكن تكون امور خارقة جدا بولوس الرسول كان موجود في افسوس في اسيا الصغرى ووجه صعوبات كتير وهجومات شرسة سواء في المجمع مجمع اليهود او سواء الافسوسيين الحضارة اللي كانت في تلك الايام طبعا وثنية بعبدوا آلهة غريبة منهم الالهة ارطميس وفي نفس الوقت مدينة مليانة بالاعمال السحرية والنشاطات الشيطانية وعادة لما كان خدام الرب يدخلوا بلد كانوا يصلوا وكانوا يصوموا وكانوا يطلبوا اعلانات الهية وفعلا خدم ثلاثة شهور في مجمع اليهود لكن بدون اي تجاوب لكن لاحظ في نفس الاصحاح في آية عشرة مكتوب وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين فئاسية من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم بتعرفوا حبائي اصعب شيء في الحياة المسيحية هو الحياة الروتينية الحياة التقصية الحياة اللي بنسميها استابلش منت خلاص صار في شيء ما يسمى دياني مسيحية او انظمة مسيحية لكن غير مستعدين انه نتزحزح او نتزعزع وبتصير كل اهمومنا وكل تفكيرنا كيف ندافع عن العقيدة بدل ما انه كيف كلمة الله هي اللي تحكمنا وتصيرنا مكتوب مفصلا كلمة الحق باستقامة والرب يسوع وعد التلميذ عندما يذهبوا ويكرزوا بالانجيل لكل الخلائق مكتوب هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون وفعلا في الكنيسة الاولى هذه العدات اللي كانت اتمارسها كانوا يدخلوا الى بلد معين او مقاطعة وكان يواجهوا كل التحديات حتى عن طريق الاستشهاد وانه خلال فترة بسيطة اللي هي كانت عاصمة الرومان في اسيا الصغرى انا بتكلم عن افيسوس صارت مهد الحضارة المسيحية اللي اليوم هي في تركيا وبنيت كنائس لانه كان في عمل خارق كان في شفاء المرضى حتى بطريقة معجزية كان يجيبوا المناديل والمقازر بس مجرد تلمس جسد بولوس ويحطوه على المرضى كانت تشفى والارواح الشريرة كانت تخرج فالسؤال هل الله ما زال يفعل الايات والعجائب متل ما كان في الكنيسة الاولى بطرس كان يمشي كان ظله الظل يشفي المرضى بولوس كان المنديل او المئزر اللي كان يلبسه كان يشفي المرضى ويخرج الارواح الشريرة فنحن مدعوون لتغيير احنا نتغير بالاول حتى نستطيع ان نتغير ان نغير وهذا التغيير مش بقوتنا الداخلية ولا بحكمتنا ولا بفلسفتنا ولا بجبروتنا ولا بامكانياتنا معناش هاي الامكانيات كل ما هنالك انه الانسان اللي بيمتلئ من الروح القدس ويؤمن ايمان حقيقي بيسوع المسيح انه هذه الامور تصبح جزء من الحياة المسيحية ولسيما عندما نذهب الى اماكن ما وصلتها الرسالة المسيحية اقصد يعني يمكن شافوها على التيفي على التواصل الاجتماعي لكن عندما يكون تحدي وجها لوجه بقوة يسوع المسيح في اية بحبها احنا بتكلم عن الامور الغير معتادة الفائقة ارمي اصحاح 33 اية 3 مكتوب ادعني فاجيبك واخبرك بعضائم وعوائص لم تعرفها يعني امور مستحيلة اللي انت ما بتعرفها الله بيعملها من اجل المؤمن ولاحظ كلام الرب مع موسى شو بقول له ها امذا قاطع عهدا قدام جميع شعبك افعل عجائب لم تخلق في كل الارض وفي جميع الامم ان الذي انا فاعله معك رهيب يعني الله مش بس بيعمل عجائب بقول عجائب لم تخلق يعني بيعمل امور لا ندركها ولا نستوعبها امور مستعصى عوائص يعني فوق الادرات فوق الفكر الله بيخلق عجائب بيعمل امور يمكن لسه ما اتعملت حتى يومنا هكذا فالله اللي بنتكلم عنه هو اله الايات اله المعجزات وهو ايضا يسدد احتياجاتنا بطريقة متفوقة بطريقة معجزية في سفر ملاخي مكتوب انه لما الناس بتعطي الرب فعلا من كل القلب وبتمشي بحسب نموس الله اسمع وعد الله ان كنت لا افتح لكم كوى السموات وافيد عليكم بركة لا توسع بركة حتى لا توسع يعني صعب تستوعب كميات البركة اللي الله بيكون مجهزها في كورونتس الثاني اصحاح تسعى بقول مستغنين في كل شيء فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها ألم يقل الكتاب ان الله باركنا بكل بركة رحية في السمويات في المسيح يسوع هيك امور الله خارقة امور الله عجيبة امور الله يعني اكثر من ما منتوقعها فوق مستوى البشر لانه هو اله الايات و اله المعجزات حتى يعني اذا بدك تخبر المحبة مش اي محبة محبة الهية بعمل الروح القريس مكتوب وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة الفائقة المعرفة حتى او لكي تمتلئ الى كل ملء الله فاذا انت عاملت الله مش بالقطارة لكن انهار مياه حية واذا انت عاوز مش بس محبة فائقة المعرفة اذا انت عاوز سلام مكتوب يعني وسلام الله الذي يفوق كل عقل يعني كل تصور كل يعني العقل ما بيستوعب شو نوع السلام اللي الله بحطه في داخلك في افسوس مكتوب لكي يملأ الكل والغرض الى قياس ملء المسيح حتى الفرح الله بيعطينا فرح مثل ما بيعطيك محبة فائقة سلام يعني عجيب لا يوصف فوق كل تصور وهكذا الفرح الداخلي وفرح لا ينطق به ومجيد يعني لا ينطق صعب تعبر عنه ملوش تعبير لانه فرح سماوي فرح الهي بفيد مثل الانهار في داخل الانسان فيتمتع بهذا الفرح واخيرا احب اقول انه مش بس انت الطلبات اللي بتطلبها لكن الله بيعمل اكتر مكتوب والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة الى جميع اجيال دهر الدهور فالسؤال اذا انت عاوز خلاص الخلاص هو عمل الهي عجيب يعني تعتبر معجزة خارقة عاوز شفاء اطلب من الرب هو قادر ان يفعل عجائب لم تخلق عاوز تتمتع بالفرح عاوز تتمتع بالسلام عاوز تتمتع بالمحبة اللي هي فوق كل تصور فوق كل وصف فقط يعني بقول الكتاب لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ونعاوز اشجع المؤمنين اللي بيشاهدوني في هاي اللحظات الرب اعطانا كل المعدات انه نستخدمها لمجد اسمه واحنا مدعوون لتغيير شعوب وممالك واحنا مدعوون انه فعلا نكون بركة على هذا الارض واحنا موعودون حتى نصالح الناس وفعلا الناس تتمتع بالفرح والسلام والمحبة تختبر الحضور الالهي لكن فاقد الشيء لا يعطيه فانا بدعوك في هاي اللحظة قل لي يا رب سامحني لانه دايما تفكيري محدود روتيني بفكر في الامور المعتادة اللي تعودنا عليها يمكن في الكنيس لكن غير فكر جدد ذهني انه ابتدي انطلق وافكر بالامور الغير معتادة عجائب لم تخلق عوائص لم تعرفها وهكذا يعني انت وعدت انه تفعل اكثر جدا مما نطلب فنحن نسأل باسم الرب يسوع انه فعلا تباركنا في هذا العام اذا الرب باركك اعمل شير لهذا الفيديو ربنا يكون معك ترجمة نانسي قنقر